هنعمل مشروب بتاعنا دلوقتي اللي هو ايه؟ هنعمل سموذي البلو باري او سموذي لتوت الازرق وهنكلي معاه كمان فراولة فراش فانا عندي توت فراش فراولة فراش عندي لبن عندي مكعبات تلج عندي عسل وفي الاخر عندي ادوه بس معلقة من الايس كريم بس عشان تدينها شوية طعم كده وإحساس كريمي وإحنا بنشرب السموذي تمام؟ أول حاجة خالص مكعبات التلج زي ما احنا كده متعودين وعايزة تققلها كده نزل عليها بالفاكهة شوية صغيرين قوي من اللبن هم عشان يساعدني بس ابتدي اجرش التلج مع الفراول هنزود التوت بتاعنا وعايزة خلي شوية منه هنعمل بيه كده شوية جارنش في الكسات هنزل بمعلقة الايس كريم هنزل بشوية العسل وحاديها هنا ضربة الاول وعايزة بص على القوام بتاعها هل هحتاجة زود شوية لبن هخفها ولا كده تمام انا كده بالنسبالي تمام قوي طبعا احنا لو عايزين نخفف انا دايما بسيبلكو حتة اللبن ده بقى معيار انت اللي هتشتغل بيه هنحط الاول ربع الكمية او تلت الكمية اللي موجودة عندنا وبعد كده نبتده نشتغل بعد كده عشان نخفف لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزين طيب كسات التقديم بتاعتنا هاخد شوية من التوت اهو هقسمهم ما بين الكسات ليه بقى انا ضربت كل ده ضيعت القوام بتاع الفكهة نفسها انا عايز بقى خلي شوية حاجات كده هنعمل زي ما احنا بنعمل هنهرسها شوية فيبقى عندك واحنا بنشرب كده شوية من الكتل بتاعت الفكهة نفسها خلاص ناديها ضغطة كده بيسة نطلع بس العصير اللي جوه ناديها دكة كده بسيطة قوي نتأكد بس ان احنا عملنا بيز اهو ومن هنا هننزل بالميكس بتاعنا على طول اهو مشويش عشان ما يقلب لناش بس لشوية اللي عملناهم تحت دول اهو نفس الحكاية نعمل ما اوصل لنص كوباية خلاص هو ممكن اعدل واكمل عادي خالص افاضل عندنا ايه دايما احنا متعودين مشاني موتنا الزريفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة